السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بما أن القصص اللي أنا عرفتها في حياتي عجبتكم وبتاخدوا منها عبرة والعبرة دي بتكون يعني مفيدة للناس اللي ممرتش بتجارب كتير خصوصا البنات اللي هم مقبلين على الزواج فأنا هحكي لكم النهاردة حكاية اتوجدت في حياتي كده بالصدفة يعني أنا بالصدفة كده كنت موجودة في مكان وكان يعني حوالي ناس أعرفهم صحاب يعني وكان المكان ده جديد علي وبالتالي كانت صاحبة القصة دي موجودة في المكان اللي أنا قاعدة فيه فلاقيتها بتحكي عن تجربتها في الزواج وهي مطلقة اللي حصل إن هي اتجوزت هي طبعا من أسرة محترمة جدا ومرموقة وليها إخواتي اتنين قضى ويعني المهمة من أسرة محترمة جدا وفي الشكل مقبولة جدا وكمان سنها حوالي في التلاتينات ما أقدرش أحدد يعني فالنتيجة إن هي بتحكي إن هي كانت متزوجة من شاب أنا معرفش التفاصيل طبعا لإني ما كنتش أعرفها فالشاب ده كان بيصحى من النوم العصر تمام وبيقوم يعني بيصحى من النوم العصر وبيصهر طول الليل في الحديقة أو في الجنينة بتاعت القصر اللي هي سكنة فيه يعتبر قصر يعني هي من عيلة كويسة واتجوزت الشاب ده برضو من عيلة غنية جدا القصر ده يعتبر بيت عيلة لكن طبعا شتان بينه وبين بيوت العيلة يعني فيه خدم وفيه حشم وفيه ناس كتير بتخدم وفيه فلوس كتير وفيه خير ربنا كتير لكن اللي دايقها في الموضوع إن جوزها يعني ملوش أي وجود في حياتها يعني بيقوم العصر من النوم وبعد ما يقوم ينزل يقعد مع صحابه لغاية الصبح وبعد كده الصبح ينام وهكذا الموضوع يتعد تاني وتالت وربع مفيش مشكلة مادية لكن يعني هي فين حياتها يعني بيتصرف عليها وبتلاقي فلوس وبتلاقي هي مش بتلاقي فلوس وبتلاقي كل اللي هي عايزاها البيت فيه خيرات ربنا كتير يعني ما نقدرش نقول إن هي محتاجة حاجة لكن فين وجود زوجها مفيش فهنا طبعا مفيش استقرار مفيش مفيش حياة أصلا مفيش حياة زوجية أصلا فهي ما حبتش الحياة دي وما قدرتش تكمل فيها لكن كانت حامل وجابت بنت والبنت دي وقت ما كانت بتحكي القصة كانت مثلا في أولى ابتدائي أو تانية ابتدائي كده يعني عندها بتاع سبع سنين ثمان سنين حاجة كده النتيجة إن هي انفصلت بعد أضايا ومحاكم كتير كتير بحيث إن بقى عمرها حوالي 35 سنة فالنتيجة يعني إن هي انفصلت من الآخر خلاص طبعا دي يدل على إن هي تجوزت بدري وحنقول العبر في الآخر في آخر الفيديو حنقول العبر اللي استفدناها فبقت تحكي في وسط المجموعة اللي احنا قاعدين فيها دي ومجموعة سيدات يعني وبقى وساعتها بقت تقول أنا نفسي أتجوز لو أمر ربنا وتجوزت تاني طبعا هي في الحياة دي ما عاشتش غير ثلاث شهور بس يعني اعتبر اتجوزت ثلاث شهور بس طلعت منهم حامل وولدت بقى عند أهلها وبعد كده القضايا واللازي منه فكانت بتقول في القاعدة دي لو أنا ربنا أمر لي بالجوز أنا نفسي فراجل كبير يشيل بنتي ويدلعني ويعيشني حياة مستقرة وهدية حتى لو عيشت الحياة دي مثلا كم سنة وخلاص مش مهم عندي فالنتيجة إن هي طبعا أنا يعني استوقفتني القصة جدا وبقت صحبتي صحبة القصة دي بقت صحبتي وبقنا نتصل تليفونيا كتير وبتاع وبشوفها كتير فاللي حصل إن فعلا بعد كم سنة لقيت الشخص اللي هي عايزها دا لقيت شخص في الخمسينات وما تجوزش قبل كده وكان بيشتغل شغلة كويس مرموق ومرحب بنتها جدا دا اللي فرحها بيه قوي إن هو مرحب بنتها قوي وقال لها كده باللفز بنتك قبلك ففرحت جدا طبعا وتم الزواج بسهولة وكان معايشها أيام سعيدة جدا أيام التعارف وكده اتجوزت وكانت المفاجأة إن بعد الجواز بقى أيام رفض البنت دي رفض تام ومش عايزها حتى تروح لها بالليل يعني هي بالليل طبعا البيت جديد عليها وطبيعي إنها تخاف طبيعي محتاجة مامتها بقى يرفض إن هي تروح لها والآخر قال لها اتصرفي فيها بدأت هنا المشاكل وبدأت المفاوضات فطلعت من الموضوع ده حامل خلاص فاللي حصل إن هي أثناء المشاكل والصراعات والزعل وكان في الزواج في محافظة تانية فكانت كثيرة السفر يعني بتروح وتيجي وتتفاوض وحاجات كده النتيجة إن الحمل ده نزل فزادت أكتر وأكتر المشاكل الزوج بقى يقول لها أنت اللي قتلت ابني وانت اللي عملت كده والمهم المشاكل زادت قوي 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 بحيث إن استحالت العشرة بينهم وخلاص في المرة دي بقى ما تمش الانفصال بسهولة فهي كانت بتتفاوض معاه كتير إن هي تعيش معاه ويكرروا الحمل تاني ولكن يتقبل البنت رافض تماما طيب يطلقها وكل واحد يروح لحاله برضو رافض تماما الحقيقة كان شخصية مش حلوة خالص المهم بعد مدة كبيرة حوالي خمس سنين ونتيجة وقوف أهلها جنبها وبرضو قضايا تاني وكده المهم تم الانفصال لكن في المرة دي صممت تقول للناس حواليها إن هي متجوزة طبعا نقلت من شغلها ونقلت شغل تاني عشان الناس ما تعرفهاش وقالت للحواليها أو للناس زمايلها إن هي متجوزة ولكن زوجها مسافر طبعا ما تقدرش تضحي بنتها اللي تحرمت من باباها من قبل ما يتطلع للدنيا وما تقدرش تضحي بيها يعني تحرمها من باباها وتحرمها من نفسها ما ينفعش قالص فهي فضلت تعيش للبنت ولكن في نظر الناس كلها هي متزوجة وزوجها مسافر فدي قصة استوقفتني جدا والعبرة اللي بناخدها منها إن هي يعني رغم إن أهلها ناس محترمين وناس المفروض زوي خبرة كانوا مفروض يسألوا على الناس اللي هي دخل عندهم دول يسألوا على الشاب هو بيشتغل إيه هو بيعمل إيه هو حياته إيه أكيد كانوا حيعرفوا حاجة لو حتى طولوا مدة الخطوبة شوية كانوا أكيد حيعرفوا برضو إن هو إنسان مدمن ومستهتر ومش بتاع مسئولية فدي نقطة تتاخد على أهلها لأن هي أكيد في السن ده كانت سنها صغيرة ومتعرفش دي نقطة تتاخد على الأهل عشان كده أنا بنبه في النقطة دي لو الأهل رفضوا شاب معين ياريت البنت ما تتمسكش بيه الأهل بيكونوا أكتر خبرة كتير كتير وأنا الحقيقة شفت في حياتي كتير تجارب إن الأهل يبقوا متمسكين برأيهم بالرفض من الشخص ده والبنت تصمم عليه وترجع هي اللي تشيل وهي اللي تبقى تعبانة وكمان تورط أهلها معاها في طلاق بقى وفي مشاكل كتير دي العبرة الأولانية العبرة التانية إن هي الزواج التاني مش شرط الإنسان برضو يعني يكون كبير في السن يبقى حيبقى كويس وحيبقى زي ما هي متخيلة كان المفروض برضو تسأل عليه هي كويس بما إن هي وصلت لتسن ولخبرة معينة وخصوصا إن هي مرت بتجربة زي دي كان مفروض تسأل عليه كويس أوي في مجال شغله في مجال مكان سكنه في العيلة في أي حتة المفروض زي ما أهلنا كانوا بيعملوا زمان يعني لازم يتسأل على الشاب المتقدم أو الزوج المتقدم ده للزواج لازم يتسأل عليه كويس قوي ولازم فترة خطوبة تطول بعض الشيء عشان لو في حاجة بتتعرف صدقوني بتتعرف يعني مش محدش بيقدر يخبي طول الوقت في حاجات بتظهر وبتبان مع الوقت فنسأل على الزوج المتقدم وكمان نطول إلى حد ما في فترة الخطوبة مش أقل من خمس ست شهور علشان لو طالت عن كده يبقى أحسن علشان نقدر نعرف المستخبي ورا الشخصية دي تمام كمان العبرة التالتة إن احنا يعني لو ما فيش زواج كويس لو ما فيش زيجة كويسة يبقى المثل الشهير اللي بيقول قعدت الخزانة ولا جوازت الندامة يعني أنا أفضل إن البنت تقعد أو لو زوجة أو مطلقة تقعد من غير زواج أفضل من إنها تمر بتجربة قصية زي اللي صاحبتنا مرت بيها دي في المرتين أساءت الاختيار فدي كانت القصة بتاعت النهاردة ولا شرط الغنى ولا شرط العيلة الكويسة ولا شرط الشرط الوحيد والأصل في الزواج البني آدم الكويس من جاءكم من ترضونا دينه وخلقه فزوجوه إذا جاء جاءكم من ترضونا دينه وخلقه فزوجوه يعني الدين والخلق قبل أي حاجة ودول ما نقدرش نعرفهم بالشكل يعني ممكن ناس تنخدع في شخص مثلاً لابس لبسي متدين ومربي دقنه يعني بيتكلم بالدين وبيصلي وكل الحاجات دي برضو مش شرط لازم المعاملة هي اللي بتبين الشخص ده كويس ولا مش كويس أنا أعرف برضو قصة تانية أن بنت تزوجت من شاب رغم رفض أهلها لي ولكن كل كانت الميزة بتاعته أنه هو حافظ القرآن فطبعاً مش شرط خالص فبرضو الزواج بقى بالفشل واكتشفت حاجات هي بعد كده كانت الضحية ولازم لازم ناخد خبرة الأهل ولازم نسأل كويس ولازم ناخد فترة الزواج فترة التعارف كويسة فالموضوع يا جماعة مش بسيط مش محل تجربة يعني مش هنجرب حاجة ولو ما نفعتش ماشي لا ده موضوع ما يحتملش التجربة ده كان الفيديو بتاعي بتاع النهاردة يا رب يعجبكم ويا رب تستفيدوا منه ويا رب تاخدوا العبر اللي فيه خصوصاً البنات المقبلات على الزواج ياريت ياريت تدققوا الاختيار كويس ولو ما فيش مش مش مشكلة زي ما قلت الواحد لو يعود من غير زواج أفضل من أنه يمر بتجربة قصية فده كان الفيديو بتاعي يارب تعتبروا من العبر اللي فيه ويا رب يعجبكم الفيديو وتعجبكم القصة وان شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر